اللي لادي حنعيش مع قصة سميتها قصة الشجار قصة الشجار شجار الحقيقة نص القصة أو لفظ القصة بيقول ملاحاه ملاحاه يعني حوار عنيف شوي أو شجار فأردت أن أبسط فحنسميها قصة الشجار هذه القصة أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك يقصد بالخيران سدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كاد الخيران أن يهلك ثم قص لنا القصة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم ابن مجاشع فأرادوا من رسول الله أن يؤمر عليهم رجلا فأشار أبو بكر برجل وأشار عمر برجل فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما أردت إلا خلافي فقال عمر رضي الله عنه أرضاه يرد على سيدنا أبو بكر قال ما أردت خلافك يا أبا بكر فتلاحيا يعني علت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى مطلع سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الآيات دي خصة أخرجها الإمام المخاري وأنا سميتها مع حضرتكم قصة الشجار لأن فيه شجار بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وأنزل الله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة فيه تهذيب لهؤلاء الصحابة الكبار الكرام ولنا من بعدهم ابن أبي ملايكة بيحكي لنا القصة وهو قد روى هذا الحديث عن ابن الزبير رضي الله عنه أرضاه بيقول جه وفد على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبه من سيدنا النبي أمر علينا رجلا تعرفه ويبقى هو الأمير بتاعنا لو احتاجنا من سيدنا النبي حاجة هو يبقى بنا وبينك يا سيدنا عشان يبقى هو أدرى بطبعك وفيما بينك وبينك وإذا أردت توجهنا في أي شيء يبقى هو سهل يتعامل معنا فالصحابة عدين بن إيج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فأشار رسول الله شيره علي فتكلم أبو بكر فأشار على رسول الله رجل قيل أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالقعقاع ابن معبد ابن زرارة فعمر بن الخطاب أشار عليه بالأقرع ابن حابس قال له الناس ذو الناس أعراب يا رسول الله الناس ذو الناس أعراب والأقرع ابن حابس سيبقى مناسب أنه يبقى أمير لهم يتعامل معهم طريقته قريبة منهم ويقدر يفهمهم ويفهمهم بسهولة فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وجه الكلام لسيدنا عمر وقال له ما أردت إلا خلافي كأنه عايزه قل له وما له يعني القعقاع ابن معبد ابن زرارة هو قليا في ظاهره من الأقرع ابن حابس لأن الأقرع ابن حابس فيه شدة وغلظة معهودة ومعروفة وصاحب القصة المشهورة لما جاء قال للسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن لي عشر من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط فسيدنا النبي قال له وماذا أفعل إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة فدله على طريقة اللين إنه يتعمل برحمة وأن هذه القبل إنك أنت طبطب على أولادك وتحضن أولادك وإنك تقبل أولادك هذا يعد من الرفق والرحمة بهم فرجل فيه شدة وحدة معهود عليه فسيدنا أبو بكر أنكر على سيدنا عمر وصوته علي فرد عليه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو القوي جهوري الصوت صوته أصلا نحاسي رضي الله عنه وأرضاه رد على سيدنا أبو بكر وصوت علي وكما كل دفين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا غيرة السماء على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي بقرآن يتلى إلى قيام الساعة آيات بقى في مطلع صورة أنا بسميها صورة الأدب العالي يعني صورة الحجرات دي يا أحباب لو إحنا هنعملها عنوان يبقى شعار كده عليها نسميها صورة الأدب العالي هي صورة الحجرات دي ليه؟ لأن فيها مراعاة للأدب من أول آية إلى آخر آية هي عبر عن 18 آية كل آية فيها بتتكلم عن واجه من وجوه الأدب اعتنى رب العزة جل جلاله فيها بالتأكيد على الأدب مع الله والأدب مع رسول الله واعتنى بأدب المؤمنين مع بعضهم بعضا ثلاث أو جهدول الأدب مع ربنا الأدب مع سيدنا النبي الأدب مع المؤمنين بعضهم مع بعض فالصورة كلها أدب أول آية هو وتاني آية نازلين بسبب هذا الموقف الشجار في مجلس سيدنا النبي اختلاف وجهات النظر واحد فيهم يتكلم بصوت عالي التاني بقى يعني انت هتعلي صوتك علي ليه؟ طب مانا رجل زي ما انت راجل مانا ليه رأي زي ما انت لك رأي وعدين انت بترديني اللي ما سيدنا النبي قاعدة هو نفوس بشري طبائع بشري وكل ده ليزدادوا تهذيبا بالوحي واحنا كمان نتعلم ونتربى وايضا يبقى احنا على يقين ان هؤلاء بشر مش معصومين ولا حاجة اللي معصوم ده الأنبياء والمرسلين